اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة من لبنان اليوم تعيش البلاد على وقع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية وتباينت الردود بين مرحب ورافض وباتت الصورة اكثر وضوحا لجهة المشاركين في الحوار المفترض اذا حصل وهم المؤيدون للتروحات الحوارية السابقة فيما المتغيبون جزء من فريق المعارضة وعلى رأسهم القوات اللبنانية والكتائب لذلك من المستبعد يعقد الحوار في ظل غياب المعارضة ككتب اساسي لانه سيكون من دون جدوى فعلية وبالتالي عدم حصول الحوار يعني تلقائيا عدم حصول الجلسات المتتالية لانتخاب الرئيس ما يعرقل مهمة الموفد الفرنسي جون ايف لدريون القائمة اساسا على الحوار وبطبيعة الحال ضيع فرصة انتخاب رئيس الجمهورية عن مبادرة الرئيس بري الحوارية وموقف القوى السياسية منها ولسية مع القوات اللبنانية نسأل ضيفنا النائب رازي الحاج اهلا وسهلا فيك استاذ رازي لحنا نحكي مطولا عن مبادرة الرئيس بري ومواقف القوى السياسية ومنها يعني موقف تكتل الجمهورية القوية انما خلنا نتقل الى السراء الحكومي مع زميلنا لؤيف فلحة الاطلاع لما يحصل داخل جلسة مجلس المزراء الأجواء مع لؤيف اذا نشاط حافل لمجلس الوزراء اليوم معقد جلستين حكوميتين الاولى بدأت عند الساعة العاشرة ونصف صباحا وهي جلسة عادية على جدول اعمالها 27 بندا اما الجلسة الثانية التي ستعقد بعض الظهور فهي مخصصة لمناقشة بنود موازنة 2024 بخصوص الجلسة الصباحية فهي تضم عدد كبير من البنود لكن من ابرز بنودها والبند المتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد منصة بلومبرغ كي تحل بدلا من منصة صيرفة التي سبقا اعلن حاكم مصر في لبنان بالانابة وسيم منصوري بانه لا يمكن الاستمرار بها البند الثاني المهم الذي يدرسه ويتابعه مجلس الوزراء اليوم هو ملف النزوح غير شرعي للنزحين السوريين وملف ضبط الحدود هذا الملف تطرق اليها الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة حيث اعرب عن قلقه الشديد من هذا النزوح غير المبرر شاكرا القوى الامنية والجيش اللبناني على توقيف قوافل النازحين غير الشرعيين واكد ان مجلس الوزراء يتابع هذا الملف لاتخاذ الخطوات المطلوبة ومنها امكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل رشان الملف النازحين غير الشرعيين بحضور قائد الجيش وقادة الاجهزاء الامنية سياسيا ايد الرئيس ميقاتي دعوة الحوار البرلماني مشجعا القوى السياسية على الطلاق من اجل انتخاب رئيس الجمهورية كي يشكل مدخلا لحل الازمات التي نواجهها مؤكدا ان عقد هذه جلسات جلسات الحكومة هو من اجل تحمل المسئولية وليس من اجل مصادرة صلاحيات ايجها بشأن الواقع الاقتصادي الصعب طالب الرئيس ميقاتي من الوزراء المعنيين مراقبة الاسواق ومكافعة ظاهرة الغلاء ومعاقبة المخالفين اما بالنسبة الى الواقع التربوي ونحن على ابواب بدء العام الدراسي فقد شدد الرئيس ميقاتي بان الحكومة تتابع موضوع غلاء الاقصاط ودولرتها وطلب من وزير التربية عباس الحلبي التشدد في هذا الموضوع واجبار المدارس على الاخذ بعين الاعتبار اوضاع الاهالي الصعبة اذا الرئيس ميقاتي شدد على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية معتبرا ان هذا الانتخاب يشكل مدخلا لحل هذه الازامات اذا الجلسة مستمرة سهاء هي على جدول اعمالها كما ذكرنا 27 بندا نحن بانتظار انتهائها وتلاوة مقراراتها من قبل وزير الاعلام وبطبيعة الحال نحن سنكون معكم عند في الثانية ونصف في نشرة الاخبار في رسالة مفصلة عن مقرارات ومجريات الجلسة الحكومية وسنكون معكم في طبيعة حال بعض الظهر من اجل مواكبة الجلسة المخصصة لمناقشة بنود موازنة 2024 بالطبع لو اي اكيد ستكون معنا في رسائل لاحق والسيما في نشرة الاخبار استاذ رازي اتلعنا على اجواء جلسة مجلس الوزراء برئيسة الرئيسة نجيب ميقاتي يعني انتو بتوفق اليوم حكومة الصيف الاعمال يعني يكون عندها جلسات لانه بمجلس النواب ما عم بتقبلوا ما عم بتشاركوا بحال يعني دعا الرئيس بريل لجلسات تشريعية ما عم بيكون عندكن يعني موقف مشارك بدكن الاولوية الانتخاب الرئيس الامر نفسه ينطبق على الحكومة يعني بدكن خالفوا بدكن تعرضوا بكل شي لا لا بداية يعني الدستور واضح نحن يعني علينا على نفسنا انه ما نخالف احكام الدستور والدستور يعطي اهمية قصوى لانتخاب بيت الرئاسية بيعطي مهل بالمواد يعني 49 وبيرجع بحدد فصل الثالث مواد 74 و75 و76 بيشدد فيهم على اولوية واهمية انتخاب الرئيس وبيعتمد بها ثلاث مواد الاخرانيات ثلاث كلمات للدلالة على اهمية انتخابات الرئاسية وهي كلمات حكما حالا وفورا وبالتالي لا نرى اذا بدك استحالة انتخاب الرئيس نرى تعطيل الانتخابات الرئاسية عندما اصبح الدستور وجهة نظر عندما اصبح الدستور يقفز من فوقه لتحقيق مقارب لفئات معينة لديها نظرة معينة لادارة الحكم في لبنان ويلي بينت هذه النظرة من سياساتها الخارجية لسياساتها المالية لسياساتها النقدية لسياساتها الدفاعية وين اوصلت البلد يعني حقيقتنا اليوم البلد منهار لانه هذه الادارة السياسية نفسها تحكم البلد بنفسها العقلية من سنة 92 لليوم حوالنا معهم شتى الوسائل يعني كنا اقليا نشارك اوقات بحكومات ما نقدر نفرض رأينا على طاولة مجلس وزراء كنا نكون يعني ببعض الاحيان نروح على دعوات للحوار وشاركنا سابقا بالحوار وشفنا حوار بعبدة كيف لما انخلص وانمضى اعلان بعبدة طلعوا بعض الاطراف قيلوا روحوا يعني غلوه واشربوا ميته لهذا الاعلان بالتالي تجاربنا مع هذه الادارة السياسية كبيرة وعميقة وموجعة للحقيقة وفيها خيبة امل كثير بسرس رازي اليوم الاموم مختلفة الوضع بالبلد مختلفة اليوم نعيش انهيار لأنه مختلف لأنه مختلف لأنه مختلف لأنه مختلف لأنه مختلف فرصة قائمة من 31 تشرين لما نخلصت ولاية الرئيس هون كان مفروض قبل ما تخرصت ولاية بشهرين ان تبدأ المهلة دستورية لانتخاب خلف لألو كل الجلسات اللي حصلت لم تكتبع الأصول المنصوص عليها في الدستور وهي استكمال الدورة الأولى بدورات متتالية دستور واضح دستور عم بيقول بأولوية أن يتداعى النواب حتى يعني إذا رئيس مجلس ما داعي لجلسة أن يتداعى النواب وينزلوا ينتخبوا رئيس لما بيجي بيقلك عنه النصاب ليش بيقلك عنه النصاب أنه أول دورة 86 لأنه هم اعتبر أنه كل النواب ملزمين أنه يجوا على هالجلسة يعني مش هم بيقول مش هم بيقول النصاب بس 86 بأول جلسة إذا ياخد 86 صوت فينجح من أول دورة فياخد 86 صوت يعني بده يكون كل المشلس تقريباً حاضر لأنه المشتري لما نعمل هذا الدستور ما عمله بنية سايقة ما عمله بنية تعطيلية ما عمله بسقافة فرض أمر واقع ما عمله بثقافة فائد القوية اللي عم يجرب مرسل بعض علينا المشرح حق نظام عام لانتظام عمل الدولي والاستمرارية هذا العمل ولي منع حدوث فراغ وإيجا من هون عم تجاوبك على سؤالك لما نحكي عن تصريف الأعمال بغياب رئيس قال تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا لأنه هذا التصريف الأعمال لن يدوم طويلاً لأنه حقيقة نعتبر لأنه رح يكون فيه انتخاب رئيس رح يكون فيه استشارات نييفية للرئيس المنتخب يعملها لا يقدر يكلف رئيس حكومة هو رئيس الحكومي شكله حكومة تنتظم عمل المؤسسات النية التعطيلية لم تأتي لها من الدستور يعني المشرع ما كان بيعرف أكيد استزرازي أنه هالبلد رح يعلق بين هالقوة السياسية المتناحرة اللي كل حدا بتمترس عند موقفه وما حدا عم يتنازل كعمة مشرع شكي ما كان أكيد بيعرف أنه هيك حيكون هالبلد علقين بين هالقوة السياسية لا يعني من الإزابات ديك الخطيئة أنه نجي نقول كل القوة السياسية مثل بعضها يعني القاتل والقطيل لكن شو الخطير؟ الخطير يلي نحنا عم نلمسه أنه في مين بده يوصل رسالة تانية بهذا الفراغ اللي هي أنه رئاسة الجمهورية ما أنه أمر كثير مهم لانتظام عمل المؤسسات أنه الدولة بتمشي بلا رئيس وهيدا الأخطر يعني هالرسالة المبطنة يوم الرئيس مئاتي ببداية كل جلسة الرئيس مئاتي يدعو إلى انتخاب رئيس وهالمعطلين يتفضلوا ينزلوا على مجلس الويب المعطلين برافو وينتخبوا يعني دائما المعطلين يعني أنت لأنه لما يتهم الرئيس مئاتي أو الحكومة الحالية وكأنها يعني تصادر صلاحية رئيس الجمهورية نحنا عم نقول نحنا مش الحكومة اليوم يا أساسي نحنا مع تصريف الأعمال بالمعنى الضيق ونحنا مع اجتماع الحكومة لأمر الضرورة القصوى يعني اليوم مثلا في أمر عم بيصير بحاجة لاجتماع حكومة إيه نحنا معه طب شو بتشوف اليوم في ضرورة لعفاد الحكومة أولا يعني اليوم مثلا موضوع النسحين السوريين بدوا جالسة أوضاع العالم موضوع الانهيار موضوع موضوع بأيلول طلع صرخة العالم مدارس جامعات يعني أوضاع غلاء أسعار موضوع غزائية أسعار يعني ما بيستعدك لهذا جلسة لمجلس الموزر؟ نحنا بيساعدنا انتخاب الرئيس كل أمر آخر بيساهم باستمرار الوضع الحالي على حالته وبيعوق انتخاب الرئيس بيكون هو مشارك بالانهيار الانهيار هو مسار بدأ مع خلل القائم به أعمال السلطات يعني اليوم إذا أنت بتشوفه كل العهود وكل الحكومات من عشر سنين لليوم تقريبا نص وقتها عم تشتغل بحالة شلال يعني في في عنا فراغ يا بي رئيسة الجمهورية يا بي تشكيل الحكومة يا بي أقفال مجلس النوام ليه لأنه ما حدا مستعد يطبق النص الدستوري وهيدا يلي نحنا عم نقوله اليوم لا يمكن بناء دولة بتبويس اللحة لا يمكن بناء دولة بالكذب على الناس وبمزيد من الترقيع المزيد من الترقيع رح يجرنا إلى مزيد من الويلات إما أن نقوم بإصلاحة ولا نحكي يعني نحنا صرنا أربع سنين بالأزمة لك إصلاح واحد ما شفنا تعرفي شو أربع سنين يعني أربع سنين ثلاث سنين منهم في رئيسة جمهورية في حكم بأربع سنين في حكمتين متتاليتين في مجلس عامل جلسات قبل يعني يصير هيئة ناخبة ورجعوا عملوا بدعة جلسات التشريعية بعد ما صار هيئة ناخبة سفر إصلاح سفر إصلاحات طب يا عامل مين مسؤول عن هذا الأمر طب ما مننا نسأل ما قلنا حق نسأل نحنا مين مسؤول عن هالسفر إصلاحات يعني ولا حكومة لحديث هلأ عملتهم وأنا رح أعدد لك لكن لأقلك شاهد هلأ هني بيعتبروا أنه عم يعملوا إصلاحات يعني فيه أمور كتير صارت بسياسة المالية بسياسة المالية يعني هي ركيزة إذا بدك أي إصلاح لأنه هي اللي سببت بي المسبب الأكبر بالانهيار كان العجل المتنامي بموازانات الدولة يلي أدت إلى الانهيار بالترافق مع سياسة نقدية ما بتسوى طب بالسياسة المالية شو مشكلتنا طب هيكلة القطاع العام صار لنا عشر سنين نحكي بهيكلة القطاع العام بعد ما نعمل شيء سفر إصلاح نحكي بإلغاء ودمج مؤسسات وصناديك ومجالس مقل ونطعمة سفر إصلاح نحكي بوقف التهرب الضريبة التهرب الضريبة اليوم يفوق الستين بالمئة يعني نحنا عنا من التهرب الضريبة تقريبا هوني عم بحكي الضرائب يلي هي إليها علاقة بتفقاء الأرباح والضريبة الشخصية ستين بالمئة تهرب عم نخسر تقريبا مليار ومئة مليون دولار يعني عم تخسروا خزينة الدولة أوكي نا الجمرك طب يا عمي حكومة طويلة عريضة عندها كل هالنواية الحسنة لك يا عمي مش قادرة هلا هي مش طويلة عريض مش قادرة مش قادرة تمشي سكانر واحد على المرفق المرفق اليوم دور تو دور شو يعني دور تو دور يعني بيجي بيقلك انت عندك كونتينر جاية بيطلع مخلص جمرك بيعمل اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بيقلك نحنا من خلصه بخمسة ألف دولار بيجي واحد تاني بيضاربه بيقول لأ أنا بخلص لك ايه بأربعة ألف وثمانمية بدون ما يعرف شو بقلبه إذا كانت البضاعة بقلبه بتسوى مليون أو مئة ألف خسائر الخسائر المترتبة عن الجمرك تفوق المليار ونص دولار يعمل شو عم نحكي؟ طب استدراتي هذي الأمور بدأ يعني نبلش نضع الأمور على سكة صحيحة بدأت ملش بانتخاب رئيس عندنا فرصة لانتخاب رئيس استدراتي حاليا قبل انتهاء وليت الرئيس هذي الإدارة السيئسية نفسها عم نشوفهم بمجلس نواب عم نجتمع معهم بالجيشين النيابية عم ننقشهم إدارة عقيمة لا توريد إصلاح لقلك لان لأنه هن كانوا متكلين طالما في قطاع خاص نشيط ومنتج وقطاع مصري في حده بفوت أموال وبيطلع أموال وكل ما في هاي أناظمة للقطاع النقدي يعني مصري في لبنان بيمول هالدولة بيقول شو نعمل إصلاحات طب إذا أنا بقدر كل يوم اتروى واتغدى واتعشى ولا ما اشتغل ليش بدي روح اشتغل يعني صار فيه نهج وبالتالي هذا النهج أصبح ضمن الدولة العميقة يلي تأسس عليها كل نفس إدارة الحكم في لبنان وهي المشكلة الأساسية نحنا عم نقول إذا ما نحن نقدر نكسر هذا النهج هذه الثقافة إذا ما نقدر نكسرها ونجبها ونوقف بوجها رح يروح البلد أن البلد عم تتغير هويته يعني كنا نحنا وما بدي أحكي أنا بس بالسياسة عم بيحكي بالاقتصاد بالمجتمع بكده الأمور لبنان كان بلد الحريات وينه من الحريات اليوم سفر لبنان كان بلد الاقتصاد المزدهر يلي كان يتمتع أبنائه بداخل أعلى من المتوسط دمر دمر وين هو سفر وينه الطبقة الوسطى اليوم سفر الواقع الاجتماعي تعيس القفاة الاجتماعية عم تضرب مجتمعنا لبنان كان عنده النظام التربوي كان يجيب تلميز من كل الشر الأوسط وينه وين المستشفى الأزمة نعكست على كل القطاعات الأزمة شو سببها نعكست على كل القطاعات وهذه بدأ تعاون كل القوى السياسية ما فينا ندلنا عايشين بالنكد السياسي نحنا ما في نكد السياسي نحنا في دستور في قواعد لعبة أي بلد أي لعبة قبل البلد إذا بيكتلعب بيمبون بيكتلعب باسكت بيكتلعب ورق شو بيكتلعب في شروط وقواعد لعبة البلد ما بيمشي بلا قواعد لعبة البلد ما بيمشي باستحداث أعراف جديدة اسمه ما من انتخب رئيس إلا ما نقعد نتحاول ما في نستوري بيقول حوار كيف جلسات انتخابية للرئيس وشفنا السيناريو اللي تكرر على 12 لو بجلسة 14 أحزائران على الأقل خلينا نحكي عن أقل جلسة لو ما نسحبوا النواب اللي عم بعطلوا هالجلسة ولو بقيوا بدورة تانية كان عنا رئيس بحضرتكم كمان أعلنتوا عن نفس النية التعطيلي والتحاب من الأجمال إذا ما كنا سيكون المرشح الآخر أو الرئيس المقبل كان عنا مرشح كان عنا مرشح معه 59 صور بحاجة لست أصوات بالدورة التانية ليعمل رئيس نعم كان عنا 18 نيب مش حاسمين خياره مين قال لك بالدورة التانية ما كان في رئيس مين قال وكان عنا مرشح تاني معه 51 صور مين قال كمان مش قادر كان يشيب 14 صور لأنهم سحبوا طيار الرئيسي بس أنتوا كنتوا أعلنتوا عن نفس النية أخطأتوا عندما أعلنت القوات اللبنانية عن هذا الأمر هذا ما كان خطأ هذا أستاذ رازم يعني ليه ما نطرتوا الشيطة يصير ليه أعلنتوا عنه قبل ومسكوها عليكم زريعة لا لا أقول لك لا أول شي نحنا لم نقل يوما أننا نعطل الانتخابات الرئاسية إذا ما بيجي المرشح لبدنا ما قلنها نحنا قلنا في فرق كبير قلنا إذا بده يبقى فريق الممانعة مسكر المجلس شهر واثنين وثلاثة واربعة وستة وسنة حتى يضمن انتخاب مرشح وحصرا ويجي على جلسة مسبقة النتائج تحت هول الترغيب والترهيب والتقويف نحنا منقاطح هايك جلسة لأنهم نكون عم يفرد علينا رئيس مش بعملية ديمقراطية انتخابية الفرق كبير لا كيف كان تصطيح آخر انه نحنا كمان لو بالمهلة الدستورية لقلك لقلك لكمان نطير النصاب إذا ما كان المرشح الآخر يعني على هوانه مش هايك قلتلك شو الفرق لو بالمهلة الدستورية نزلنا على المجلس وهذا المجلس أفرز رئيس اياً ياكل كنا امنا بركنيلو بس هني بيعرفوا أنه ما عندهم الإدراء على فرض رئيس هني عندهم الإدراء على فرض رئيس بحالة واحدة هي بقهر الناس بيكسر المؤسسات بإقفال مجلس نيابة بأنه نخلوا الناس تصير أداة وليك بالله واعي طبعك شو عم تقولي اليوم انت عم تقولي وانت يا اللي تعتبره اعلامي وجه اعلامي مخضرا بالعمل السياسي والاعلامي انت عم تقولي تعبنا روحوا خلصونا تحاوروا جبولنا حيالة رئيس لا مش حيالة رئيس هيك بده فريق الممانع بتعرفي لا لربما بهذا الحوار قدرتوا أن أعطوا الفريق الأخر لربما قدرتوا أن أعطوهم بمرشحكم ألا بخبرك عن هنا فريق الممانع بده ياخد الناس رهيني وبدوا ياخد مؤسسات الدولة رهيني وبدوا ياخد المرضى والفقرة والجعانين والموجوعين وأصحاب الأعمال والتجار ياخد البلد كله رهيني ليجي يقول يا بتموتوا كلكن مخنوقين يا بتجيبولي تضغطوا على القوى السياسية تيين تخبولي الرئيس أو يأمنوا لنصاب ليجيب الرئيس ياللي نحنا بدنا يين ولكفشار ما حدا بيفرض علينا رئيس فيه دستور تروحوا بالطبقه تلتزموا فيه تعملوا جلسات تدعوا لجلسة انتخابية من بعد دورات متتالية وبدون ما يكون فيه معروف مسبقا من يربح وهاي بتبلشوها مبارح مش بكرة مبارح قبل اليوم وقبل بكرة نحنا نلتزم بالأصول الدستورية ومننتخب رئيس وبيصير عنا رئيس الجمهورية ونتعوان معه كان معنا أو ضدنا غير هاك مش ويردي المواجهة مستمرة لأنه الانكسار هالمرة يعني الانكسار الدائم للبنان ولمنطق المؤسسات والدولة والدستور على الدنيا السلام ما رح يبقى عنا شيء في لبنان استاذ رازي بس اليوم يعني قال للرئيس نبيه بري بكلمته بذكرى تغييم الإمام موسى الصدر قال هل جريمة نبيه بري اليوم أنه دعا مدعي لحوار بين الأفريقاء السياسيين يعني أنه الحوار عبر جيد بين الأفريقاء يعني إذا عدتوا وحكيتوا قدتوا أنعتوا الفريق الآخر كمان بوجهة نظاركم وبمرشحكم لربما قدرتوا أنعتوهم مثلا أو اتفقتوا على مرشح يعني يجمع بين الفريقين أول شي أنا بدي أذكر طالما ما بدنا نفوت علينا فرصة انتخاب رئيس جمهورية للبنان يعني ما بنعرف لين رح نوصل بهذا الموضوع يمكن ما يعود في عنا رئيس ولا مرة أنا بدي أذكر بشغلي أول شي في محاولة لزر الرمات في العيون عم يجاربوا يحقي يوحوا وكأن الحوار هو المنطلق الأول لهالكتل السياسي بتحكي مع بعضه وتفتح نقاش مع بعضه ليس صحيح يعني نحن منا على جبهات عم نقوس على بعضنا ومطلوب نجي لأول مرة نكسر هالجريد ونقعد نسوع على طاولة نحكي نقاش مفتوح بالبلد لكن نقاش سره سنة مفتوح يعني الحزب تقدم الاشتراكي قعد مع حزب الله قعد مرتين ومرتين حزب الاشتراكي هو يلي اتصل بالحزب وقال له بتاعته نحكي اجوا مرتين تاني مرة اعطيهم ثلاث اسماء فلوا لليوم بعد ما رجعوا فيك تسأل حدا من الحزب الاشتراكي بأكد لك هذه الواقع البطرق الراعي بعد موفدين مطارني لكل الكتلة السياسية وعرض مبادرات لا جواب الموفد الفرنسي برمع كل الكتلة السياسية واخد وجهات نظرهم عدد من النواب منهم النائب غسان سكاف ونائب رئيس مجلس نواب اليسبو صعب عملوا مبادرات وبرمع كل الأطراف هذا دلالي على شو دلالي أنه النقاش بين الأطراف السياسية بالبلد موجود بالمباشرة أو بطريقة غير مباشرة ومس صحيح أنه ما في نقاش سياسي بس من ضمن هدول الأطرافاء مؤيدين للحوار منهم البطريق الراعي لكن تعرف لي لا لا هلأ يعني أيد البطريق أيد موضوع الحوار هلأ برجع بحكي عن مش صحيح موضوع الحوار الستم اشتزاء هذا الكلام وتحويره هلأ بنحكي النقاش مفتوح تبخيي هيدا النقاش المفتوح يلي ما عم بيوصل لنتيجة والألية الدستورية يلي ما عم تتطبق الحوار شو بدو يجي يعمل يجي يعمل شغلي واحدة بدو يجي ينقل مسؤولية التعطيق من فريق اليوم بممارسته العلنية أمام رأي العام الدولي وأمام الرأي العام المحلي يعطل هذه الجلسات الانتخاب بدو ينقل المسؤولية من هذا الفريق إلى طاولة مجتمعة عليها كل الكتال السيسية ما رح تنجح بالاتفاق نحنا منا مسؤولين ومنا مستعدين نتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية لأنه شاركنا بطاولة غير دستورية خطينا الآلية الدستورية تنقعد على طاولة شكلية عليها بالنص بوكي زهر وده نطلع بالآخر هذه الطاولة ما أدري تعمل تشي ما أدري تعمل تشي ما أدري تعمل تشي ما أتعلمنا يا سبسوها السياسي بتتعلمي فيها نا تعلمي فيها هون شو بيكون عامل الرئيس بري بيكون إلا المجتمع الدولي ما تهاولوا علي بعقوبات خي والله جبت وعملت المستحيل وقعدتهم سوا وما زبطيت معي ثاني شي هلأ يلي بعطل البلد مش أنه فيه نواب الممانع عام يخرجوا من الجالسة خيقعدوا كل هالكتل وما اتفقوا وبالتالي مسؤولية عدم انتخاب رئيسها تتوقع علينا كلنا وثالثا إذا بدهم هن يكونوا بدهم يظهروا وهون ما بنعرف يعني الأفخاخ يلي بيحطوا إذا فيه شي اتفاق ريكب تحت الطاولة وعرفتين وبدهم يجربوا يظهروا بمظهر حلو يجوا بيقولوا والله نحنا تفقنا على هالطاولة بين ثلاثة أربع مكونات على موضوع بس فيه مكون رابع وخامس ما مشي معنا وبالتالي هذا المكون الرابع والخامس والسادس هن يلي بتحملوا مسؤولي التعطيل نحنا مش بلد مبارح لو لا بالعمل السياسي ولا بالعمل النضالي ولا بالدفاع عن لبنان نحنا منقلهم في دستور يا بتحترموه يا بتطبقوه وبتلتزموا ببنوده وبالقلية لوضعه يا تتحملوا أنتم أمام الرأي العامي الدولي والمحلي هذه المسئولية وعقبات هذه المسئولية لأن المجتمع الدولي عم بيقول مش حكي الواضح نحنا ما رح نقبل يبقى لبنان ساحة فالتة من الانتظام العالمي ما منقبل نشوف كل منطقة الشرق الأوسط رايحة على الاستقرار والازدهار ولبنان يلي كان هو سويسا للشرق قابع من الهيان وبالتالي نحنا ما نحط عقوبات على المعاركولين أني كان هالموضوع مش لا ينتخبوا رئيس كان هالموضوع طي يهربوا من العقوبات طيب أستاذ رازي ماذا لو أوكي ما حسن الحوار وما شاركتوا بالحوار إنما فريق الممانعة اللي ذكرتوا بفريق الممانعة منه قعد متفرج اليوم عم يشتغل وعم يجري بيستميل بعض الأفريقاء اللي اتقطعتوا معهم وكنتوا متفقين على ترشيح دكتور جهاد أزعور اليوم يعملون على يعني جذب فرقاء من المعارضة لميلتن شو الموقف حينها لما يصير عندهم أصوات أكتر لمرشحهم اللي هو رئيس سيارة برد سليمان فرانجي يعني صارت عم نشوف المواقف اليوم يعني بلشت شوية يعني بابعرف شو موقفكم هيدا الموضوع أولاً نحن موقفنا الواضح أنه على الرئيس بري أن يدعي إلى جلسة اليوم مش بكرة ومبارح قبل اليوم لعاً لعاً تنشر مرة وأكتر كمان استسرازي بدورات متتالية خلص يفتح هيدا المجلس بفوتوا هالنواب ما بيطلعوا بلا رئيس أوكي وما بدي قعد أعمل افتراضات نحن نتمسك في القلية الدستورية ما بدي قعد أعمل افتراضات بكل حادث حديث بس بالآخر تطمن لك بالك وطمن بالمستمعين لن نرضخ لي قوى الأمر الواقع نقطع السطر طيب إذا كان أنا اللي سألته استسرازي إذا خلص صار معنا عدد الأصوات اللي بتوصلن مرشحن شو حيكون موقفكم حينه لوقت لأنه عم نسمع كتير كلام فيدرالية ومرحة بكير بكير لكل مقالة قدي بعد بدا ننطر قدي بعد في وقت بكير ويلي بالمقابل عم تستخدم الناس رهيني برجع بكرر بهذه المعركة السياسية نحن ما نحرر الناس ما نبني لهم مؤسسات ما نجب لهم حقوقهم ما نرجع نعمل إدارة مستدامة وعصرية ما نرجع نبني دولة ما نرجع نبني شرعية بسلاح واحد لدى الجيش اللبناني حامل أرض والشعب أوكي؟ نا رحكمل والبقية تأتي والبقية رح نحكيها بعد الفاصل أستاذ رازي محطة أعلمية ونتابح